أكدت صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن ريادة مملكة البحرين في مجال إتاحة التعليم النظامي للمرأة قبل أكثر من 88 عاما مكنت أجيال متعاقبة من النساء البحرينيات الرائدات في مختلف المجالات من خدمة وطنهن والإسهام بفعالية قصوى في تنميته لذلك تحظى المرأة البحرينية على الدوام بالفخر والاعتزاز من قبل الجميع وأكدت سموها أن تعليم المرأة وتشجيعها على نيل أعلى الشهادات مع تثقيفها في الوقت ذاته بحقوقها التي كفى لها الدستور يحقق تكاملا في شخصيتها ويجعلها قادرة على أن تنهض بنفسها وبأسرتها ومجتمعها ويعزز من قدرتها وفعليتها على العطاء في أي موقع تكون فيه مشيدة سموها في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم بتحمل المسؤوليات المتشعبة الملقاة على عاتقها ومنوهة في الوقت ذاته بمبادرة الوزارة وأسبقيتها بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص وانعكاس ذلك إجابا على سائر المؤسسات التعليمية في البحرين وأوضحت صاحبة السمو الملكي لدى تفضلها صباح اليوم بافتتاح الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بأن التعاون بين المجلس والوزارة من شأنه أن يمهد الاكتشاف المزيد من المسارات التي يمكن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلالها وتعزيز الربط بين الفكرة والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية مثنية سموها في الوقت ذاته على الدور الرائد الذي ينهض به مربوب ومربيات الأجيال داخل السلك التعليمي ونقلهم للرسالة الحضارية والعلمية والثقافية إلى الأجيال الصاعدة كما ألقت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس لعلى للمرأة كلمة أكدت فيها أهمية هذا الملتقى لإبراز ودعم دور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الأوساط التعليمية وترجمتها إلى ممارسات تربوية واجتماعية وإنسانية داعمة لمسيرة المرأة البحرينية في التنمية الشاملة والمستدامة وعداد جيل من المواطنين الفاعلين والمتفاعلين بإيجابية مع قضايا المرأة ودورها الوطني بعدها تم توزيع المشاركين على ثلاث ورش عمل رئيسية حيث تناولت الورشة الأولى موضوع توظيف محتوى الكتب الدراسية في ترسيخ الاتجاهات الإيجابية نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص فيما تناولت ورشة العمل الثانية موضوع التخطيط لتوظيف الأنشطة التعليمية لإثراء الكتب الدراسية بالمفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية فيما تناولت الورشة الثالثة آليات تفعيل برامج التوعية والتثقيف في المؤسسات التعليمية حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأعمال مبدأ تكافؤ الفرص وخرج الملتقى بعدة توصيات أبرزها إبراز الممارسات الإيجابية والتحديات لتطوير الجهود التعليمية بما يدعم توجهات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتوظيفها لزيادة الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة وتضمين المناهج التعليمية والكتب الدراسية المفاهيم الإيجابية حول صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما أوصى بتقليص الفجوة بين المرأة ورجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام والفني والمهني والجامعي والعالي بإدخال التخصصات الصناعية والألكترونية وغيرها والعمل على زيادة فرص التدريب والتعليم المهني في المرحلة الثانوية من خلال إنشاء مدارس مهنية للبنات على غرار المدارس الصناعية للبنين والبدء بعمل نموذج واحد في أقرب وقت ممكن وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني ليشمل الطلبة في جميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور بما يتيح للمرأة اختيار التخصصات الأكثر رواجا في سوق العمل وذات القيمة المضافة إلى جانب نشر ثقافة ريالة الأعمال وتدريب الطلبة من الجنسين على مهارات ومتطلبات العمل الخاص ترجمة نانسي قنقر